موسيقى موسيقى بساكم الله بالخير مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين القوسين موسيقى لا يزال مجال صناعة الأفلام في اليمن فقيرا جدا مقارنة بالطفرة الفنية التي يشهدها العالم في المجال السينمائي يمكن القول أن عام 2011 مثل تحولا في مسيرة الإنتاج الإعلامي عموما وبشكل خاص في صناعة وإنتاج الأفلام القصيرة والطويلة كثيرون يتذكرون فيلم ليس للكرامة جدران الذي وثق أحداث مجزرة جمعة الكرامة ونجح في حجز بطاقة المنافسة لنيل جائزة الأسكار العالمية عام 2014 قدرته على المنافسة شكلت بقعة أمل في سماء صناعة الأفلام اليمنية إذ اتضح أن الفيلم اليمني بإمكانه المنافسة في الجوائز والمحافل الدولية في المواقع توجد عشرات الأفلام اليمنية لكن أغلبها لا يرقى للجودة التي تؤهلها للمنافسة وذلك يثير جملة من التساؤلات حول التحديات التي تحول دون غزارة صناعة الأفلام عموما وبالأخص الإنتاج السينمائي ما التحديات التي تواجه إنتاج وصناعة الأفلام في اليمن وما المحفزات والعوامل المساعدة على ذلك هذه التساؤلات وغيرها نناقشها مع ضيوف الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الأستاذ مازين رفعت كاتب فيلم عشر أيام قبل الزفة وسيكون معنا من الرياض الناقدة السينمائية هدى جعفر ومن القاهرة وكيل وزارة الثقافة عبدالله باكدادة ومن القاهرة أيضا المخرج أو نائب وزير الثقافة عفوا الأستاذ عبدالله باكدادة ومن القاهرة المخرج السينمائي عبدالرحمن السماوي قبل النقاش فاصل قصير أو نبدأ بدون فاصل مع الأستاذ عبدالرحمن السماوي أو الأستاذ مازين الأستاذ مازين من عدن مساء الخير أستاذ مازين أهلا بك أستاذ مازين بداية كيف تتابع صناعة الأفلام السينمائية في اليمن التحديات المعوقات الصورة الكاملة بالنسبة لكم وأنتم ربما في بداية الطريق في صناعة الأفلام السينمائية مساء الخير أولا باسمي وباسم فيلم طاقم العمل طاقم عمل الفيلم وباسم فرقة خليق عدن أحب أولا أن أعزي زميلنا حشام الحمادي الذي توفى في حادث سير اليوم وهو أحد أبطال الفيلم ونتمنى ونسأل أهله الصبر والسلوان تعازينا لكم ولكل طاقم عمل وكل اليمنيين رحم الله الزميل هشام وإن شاء الله يعني ربنا يسكنها الجنة إن شاء الله بالنسبة لسؤالك التحديات التي تواقهها صناعة السينما في اليمن أولا بشكل عام لا توجد سينما أصلا في اليمن أنت عارف يعني لا توجد دور سينما عندنا يعني كان في قبل التسعينات كانت عدن رائدة في هذا المقال عندنا كان دور سينما كان هناك من أشهرها سينما ريكل في خرمكسر وسينما هريكن في كريتر وكانت سينما هريكن يعني تعرض أفلام بالتزامن مع عرضها في الخارج بعد عام تسعين تدهورت هذه الصر في تهميش لهذا الدور نعم واضمحلت بشكل عام وما في بشكل عام انتهى صناعة السينما انتهت أساسا ما كانش في صناعة سينما يعني اللي نحن كانت هناك دور سينما كانت هناك دور سينما نعم طرد فيها أفلام أجنبية نعم لكن الآن نتحدث عن دورك أفلام أجنبية فقط لكن صناعة نعم أيوة نعم بالنسبة لفيلمنا هذا هو طبعا يعتبر أول فيلم في تاريخ اليمن كأول فيلم في تاريخ اليمن كفيلم تيجاري قمهوري أما بالنسبة للأفلام اللي سبقت هذا الفيلم فكانت هي عبارة عن أفلام فقط موجهة للمهرقانات هي أكتر نعم أما بالنسبة لفيلمنا فهو ليس مهرقاني وإنما هو فيلم موجه للجمهور فيلم تيجاري فيعتبر هو أول فيلم من هذا المجال تقصد أن لكم السبق في هذا المجال أنكم تقدمون فيلم يمني يعرض مثلا في دور السينما ويستهدف الجمهور ويراد منه أيضا مردود تيجاري نعم طيب إذا تحدثنا نعم نعم مازل إذا تحدثنا أيضا يعني تجربتكم الشخصية في يعني مرحلة إعداد هذا الفيلم ما الذي يعني الجهد الوقت الذي يعني أخذتمه حتى وصلتم إلى هذه الخلاصة ووصلتم إلى أنت هذا الفيلم الذي سأعرض في أيام العيد إن شاء الله الصعوبات هو بداية كانت كفكرة وانت عارف الأوضاع التي تمر فيها البلاد يعني تكاد تكون من المحال إنه ممكن نصنع فيلم بهذا الوضع لكن هي بدأت كحلم وكفكرة حلم كان يراود نحنا إنها نبدأ فيه من أمكان من 2011 إلى أن جاء الزميل محسن الخليفي وهو أحيا هذه الفكرة من جديد بأنه سخر لنا قاعتين أفراح هي قاعة أفراح ليلتي وقاعة ألف ليلة وليلة في الشيخ عثمان فعندما دخلنا لهذه القاعتين رأيناها إنها مناسبة كعرض سينمائي لأنها مقسمة ومرتبة أو المقاعدها مرتبة بشكل يشبه دور العرض في صلاة العرض نعم فشوفنا إنه ممكن يعني نعرض فيلم في هذا طيب نعم هذه القاعة نعم أستاذ مازين الحديث يعني عن مكان عرض الفيلم ربما يعني سابق لأواني يعني أو هل يعني أنا ما كنت أقصده في سؤالي من أين أتت الفكرة يعني هل كانت هناك قضية معينة وأنت كاتب السيناريو بالفعل للفيلم الذي يشدك أنك تبدأ تشغل هذا المشروع بالضبط الفكرة بدأت هي الفكرة أساساً كانت فكرة مسلسل تعرف يعني نحن سبق لنا أن كتبنا مسلسلات في رمضان أنا والمخرق عمر قمال فكان هو عبارة عن مسلسل كان بأسم 30 يوم قبل الزفة لكن وكتبنا ممكن بحدود أو أربع حلقات كتبنا فيه لكن شاءت الظروف أنه منعت أنه يتنفذ هذا المسلسل فأقلناه كان يتأقل من 2014 إلى كتبنا في 2016 وتأقل من قديد بعد كده حصل أنه فكرنا أنه نحوله إلى فيلم بدأت لأنه الفيلم يناقش قضية اجتماعية فحولنا هذا الفيلم فبدل ما كان 30 يوم قبل الزفة حولنا إلى 10 أيام قبل الزفة نعم وكانت الصعوبة فقط في الكتابة أنه كيف نحول 30 حلقة هذه أو 30 أو 30 اليوم للأحداث إلى 10 أيام فكان هنا الصعوبة لأنه كتابة مسلسل درامي مسلسل درامي يختلف عن كتابة السينما نعم طيب مازين هل يعني تنطبق كل المواصفات العالمية على اسم الفيلم الذي أنت اجتموه أم لا تقدر تقول كده يعني نقول إن شاء الله أنه يكون مطابق الواصف لأنه أولا بالنسبة لكتابة السيناريو أنا والمخرج عمر جمال لنا خبرة شوية في مقال السيناريو لأنه نحن ممكن نكتب من 2012 في ورش عمل في عمال لنا عرضت في في التلفزيون مثل فرصة أخيرة وفي عمال لم تعرض لنا السنوات هذه نحن كل سنة كنا نكتب في ورش عمل هذا أعطان نحن شوية خبرة فعندما انتقلنا لكتابة المسلسل هذا العمل السينمائي طبعا كتابة السينما تختلف قليلا عن كتابة المسلسل فبس لأنه يعني عندنا نحن أنا وعمر جمال شغف في السينما يعني نحن من صغرنا نحن نتابع أفلام كثير في السينما إلى جانب نحن قرينا وطلعنا على دراسات في كتابة السيناريو تابعنا عبر النت نعم في بعض البرامج في تعليم السيناريو إلى جانب نحن نزلنا برضو نصوص لأفلام وطلعنا إلى الشروط وإلى قواعد الكتابة بدت للسينما العالمية نعم فكتب فطبقنا هذا طبعا كل الدروس هذه طبقناها في نصنا هذا نعم طيب مازن ابقى معي وسنتحدث بصورة تفصيلية أكثر عن الفيلم مدة الفيلم أبطال الفيلم وإلى شبه ذلك الفكرة التي تمحور حولها لكن اسمح لي أن أرحب بنائب وزير الثقافة الأستاذ عبدالله باكدادة مساء الخير أستاذ عبدالله مساء أمور وأهلا وساء بكم مرحبا بك أستاذ عبدالله أول شي أنا أشكرك لتجاوبك دائم معنا في كل المواضيع التي نحتاجك فيها وأنت من المبادرين دائما أستاذ عبدالله وهذا واجبنا أخي كريم مرحبا بك أستاذ عبدالله أنتم كجهة رسمية في وزارة الثقافة ما الذي تمثل لكم أن يكون هناك الشباب بدأوا في إنتاج الأفلام السينمائية ربما بمواصفات ترقى إلى المنافسة عالميا أو عربيا أو على الأقل إقليميا طبعا في البداية أحيي هذا القهد الجميل ولا أسميه قهد فقط ولكن يسميه قرأة باعتبار يعني المبادرة في إنتاج السينمائي هذا العمل كان طموح كثير من الوزراء الدقين أنا أتذكر بكتور محمد وبكت بخلحي يزير الساقات الأسبق كان عندهم مشروع لتطوير السينما وكانت هناك مؤسسة بمؤسسة عمل السينما والمصرح ظلت تعمل عقود طويلة من الزمن لكن مستوى الإنتاج السينمائي لربما كان يحمل الروح الوثائقية وكان يحمل جوانة تاريخية تتحدث على البلد أو أنه كان موجها بهذه الجهة أو كلك ولكن أن يكون هذا الجهة موجها من جماهير أن يكون متكئا على بسطة الناس المتابعين أن يأتي في هذه غروف الصعبة التي يحمل فيها البندقية ولا يحمل فيها القلم مكمل هذه الغروف التي تبكت المصاعب يعني يأتي هذا الفريق الذي يقدم هذا العمل السينما هذا الفريق أولا ليس جديد عليه فقد اكتسح البسرح وملك قلوب الناس وقدم الشباب فيه أعمال رائعة حقيقة كنت أحد المعجبين بهذه الأعمال عندما كنت أتابع أعمالهم في محافظة آدانة اليوم أنا أقرأ عن هذا العمل لربما ساحمة ديهات معينة في رعايته وهذا الشيء جميل أن يساهم رأس المال الوطني في دعم الأعمال الثقافية وطعم ودعم الأعمال الداعية لأن الدولة ليست كل شيء ولا تفضي عن تعمل شيء إذا لما يتحرك الناس هذا العمل حقيقة أشعر لا أملك إلا أن أسجل أعجابي الكبير بقرأة الشباب وأيضا تقتهم بعدواتهم في تكتيب هذا العمل وإسعاد الناس لربما الناس بحاجة إلى أن تنظر أو تتأمل مترحية أو فيلم أو مباراة كرة قدم في ظل هذه المباريات العليفة التي يشهد الشارع اليمني بشكل عام إلى جانب الإعجاب أستاذ عبدالله باكداد ربما الكثير يتسأل هل وزارة الثقافة مهتمة بدعم هؤلاء الشباب بتشجيعهم بالمشاركة معهم وتوفير لهم على الأقل أدنى الاحتياجات من أجل دعمهم واستمراريتهم هو حتى لا أزايد الجهد وجهد الشباب أولا ولكن وزارة الثقافة أيضا هي أحد الرعاة المهمين في هذا العمل وربما من يتابع البرس القائمة التي تعرض العمل ومخرج ومن تجد موزارة الثقافة موجودة كدائما لهذا العمل وفي نفس الوقت ربما نحن تعودنا أن نكون دائمين معلويين أكثر من نحن دائمين مديين ولكن أعتقد الأستاذ مروان دماج تبه مع الشواب وقلس معهم وأستوعب ما قدمه هو بالفعل عمرهم العمالي الجميل وعمر راية توقع لهم اللجاح وهم في الواقع يعني يدقون مدابيك لصناعة فينا قادمة أتمنى لها التطور لحق لأنه بدون الإنتاج البلتتالي بدون التراكم لا يمكن أن يكون هناك تطور وهناك مقولة حقيقة تقول بأن التراكم الكمي يؤدي إلى تطور نوعي نحن في عدن تحديدا ظهرت شابة برزة نظوم وحققت جماهيرية عالية هذه الجهود عندما تتكاثب بالفعل نستطيع أن يراهم عليهم سواء كان في المواقع العمل الفني في الداخل أو في المهرجمات الخارجية أيضا أنا شخصيا أريد استعداد أيضا للمساهمة يعني في دعم هؤلاء الشباب من خلال موقعنا الإداري أو من خلال متابعتنا لهم أيضا المشاركة في المعارجين الدولية نعم أستاذ عبدالله الكثير يتسأل ربما يقول متى سنرى في اليمن منتجات سينمائية يعني تعمل على تثقيف الناس بالوعي الوطني والتاريخي لا سيما واليمن يمر في هذا الظروف الصعبة وهم بحاجة لأعمال سينمائية توعي الناس بهذا المجال وتعيد للناس يعني أهمية الوطن أهمية الالتفاح والوطن أهمية يعني رسم مسار يلتف حوله اليمنيون والسينما ربما هي أكثر الأدوات تأثيرا ووصولا إلى الناس السينما هي أجفرنا السابع كما يطلق عليه هي الأكثر تأثير على الناس وعدا الحقيقة عرفت السينما فيه بكر جدا ونحن يعني في يعني مطلع السبعينات كنا شبالا مراهقين نرتاح بدور السينما سواء السينما ريال في خوربكتر أو السينما ريقيس في كريتر أو السينما الشعبية في الشيخ عثمان أو السينما الأهلية وغيرها من السينما دور سينما كبيرة سينما متخصصة بالأفلام الانبية سينما متخصصة بالأفلام الغربية كانت هناك نهضة حقيقة يعني بدأت ربما أيام الهدار البريطانية ولكن أيضا النظام الاشتراكي في تلك القطرة استوعبها وكانوا يستشهدوا بقول بلاديمير إليتش لينين أيضا بأن السينما السينما السابع ريال أكثر فأثيرا لكن مع الأسف جاءت دولة الوحدة ودمرت هذا النموذج من الأمل والآن أصبحت دور السينما هذه عبارة عن يعني عشش وغيربان لو جاد أجاد لنا التعبير يعني في أن نقول عنه مع الأسف تدور بائس ومزعج هذا الفن الرائع وهذا الفن ممكن خلاله أن تقدم رؤى وأن تهذب بالشعوب لأن السكافة هي خلق حالة من التوازن على مصر والمجتمع وعندما أغابت هذه الفنون بدأت السكافة التطرق والحزام الناسب والناسب والشباب الذين يبحثون عن الانتباء تجاه هذه الأحزاب أو تلك مع الأسف ويتبون أفكار تدميرية يمكن لهذا الفن أيضا مع بقية الفنون أن يساهم في الارتقام بأرواح الناس أهم حاجة الزوات الداخلية إذا ما استطعنا من خلال تنشيط وزارة ثقافة وزارة الشباب والرياضة وزارة الأوقاف وزارة التعليم العالي وزارة نستطيع أن يخلق الإنسان بالفوازن والتالي نستطيع أن نرتقي بالمجتمع العنسان عبدالله باكدادة نائب وزير الثقافة شكرا جزيلا لك وقبل العودة إلى الأستاذ مازن رفعت إبقى معي أستاذ مازن سنذهب الآن لمتابعة آراء شباب عدن عن تحديات صناعة الأفلام والسينما في اليمن ومن ثم نعود طبعا موضوع السينما هذا السينما يعد إلى حد كبير أهم عامل في وطننا أو في هذه البلاد كونه يحتل المرتبة الثانية بعد الإعلام بعد الإعلام التلفزيوني والإعلام الإداعي يعد السينما يوصل رسالة هادفة إلى الظمهور تعد السينما أيضا هي العمود الفقري لفن كأفلام قصيرة الأفلام أغلبية يعني يتبع منظمة معينة أو يناقش قضية معينة يمكن ما أحد رح عمل فيلم كذا خاص يعني شبابي يناقش في بالوضع نفسه كل الأفلام اللي تستوي يا المنظمة تدعمك مع الشباب عشان يعملوا له قضية معينة وهذا الوزير قفاء عشان برضه يناقش موضوع اللي يعمل له تقرير في المتايقي يعني أغلبه موقها يعني الأفلام اللي تدفع من أجل يناقش موضوع معين طلب منه ملقها الدعم أما كشباب تنتق هذا مكان كان أول عمل نتمنى يعني نتمنى من القهات المسؤولة المزارات أنه تحاول تعيد السينما والمراءة المسارح أمور هادئة كلي يعني العالم كله صباح يناقش قضايا البلاد كله تناقش عن طريق الفن والمسرح والمسلسلات والأفلام وإن الصباح عشان ننتق حاجة نتبه دعم أفلام موجودة في شباب مردعين يقدروا يجبوا حاجات كثيرة وفيه وقد فعلوا وفيه ومصارد حاجات كثيرة لكن السينما نحن مغلومين في هذا يعني 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 ما تحوش للناس للشباب بفدات فرصة أنه الناس يفعلوا يبقعوا يصلحوا عمر قمال هذه خطوة جميلة أنا شباب صراحي خطوة جميلة ونحن نتظرين هذا الشيء من زمان فأنا من أول الفرحانين يعتبروا بهذا الشيء وقتمعنا في بقصص فيه حاجات لو نطرحة في السينما يمكن أنا من ناحية نظري يمكن توصل على الوضع لكن بطريقة لا يحب حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وعودة إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعي مع الأستاذ مازن رفعت الكاتب سيناريو عشر أيام قبل الزفة والعديد من الأعمال مازن بالتأكيد كانت لها حضور كبير سواء من المسرحيات التي عملتها أو حتى المسلسلات وحضيت باهتمام ومشاهدة كبيرة باعتقادك فيلم عشر أيام قبل الزفة هل تتوقع أن يكون له مشاهدة كبيرة سيحقق نجاح أم لازال هناك تخوفات لديكم من بعض الأشياء وأنت مطلع عن هذا الفيلم وتعرف كل تفاصيله وتفاصيل إنتاجه نعم أولا بس أحب أنوه فقط فيلم مسترحيات أنا ما كتبش فيلم مسترحيات هذه المسترحيات كان أكتبها عمر قمال أكتر شي أنا شاركت معه في الكتابة في الدراما وفي الفيلم هذا نعم بالنسبة لتوقع بعضنا يعني نحنا في البداية لما كنا نحنا نكتب بدأنا نكتب وبدينا حتى بهذه الفكرة القريئة كنا متخوفين شوية لأنه هذه أول تقربة ومش عارفين كيف ردة الفعل مع القمهور هل بيتقبلها أم لا لكن لما تم التصوير وتم الترويق لهذا الفيلم لاحظنا قبول كبير لدى الشارع في اليمن فهذا شوية رفع من معنوياتنا ويعني خلاننا نحنا متفائلين كتير بس أنا بالنسبة لي لا أريد أن أرفع كثير سقف التطلعات لكن نتمنى أنه نعم ينقح ويقدم نتائج مرقوة إن شاء الله أبرز أو أهم العناصر التي يرتكز عليها كاتب أي سيناريو أستاذ مازن ويعني من خلالها تكون ربما يبني الفكرة عليها ويعتقد من خلال هذه العناصر التي رسمها وبدأ فيها ستكون فعلا هي مكملة لنجاح أي عمل سواء كان فيلم أو دراما أو ما شفه ذلك من وجهة نظرك أولا بشكل عام في كتابة السيناريو يعني أولا يعني الاهتمام أول شيء في التفاصيل يعني في كتابة السيناريو لازم نبحث عن التفاصيل الصغيرة في أوقات بدأت الحوار في الحوار يعني نحاول أنه يكون الحوار من الشارع وليس حوار مسرحي نعم لأنه مؤخرا صارت المسلسلات الدراما أو حتى بالأفلام صارت تقدم حوار قريبة من الشارع كثير فحتى حوار مبني على حوارات من الشارع وليس حوارات مسرحية فهذا أهم حاجة الشيء الثاني في الكتابة طبعا في السيناريو بالدات في قواعد معينة في الكتابة طبعا من هي أول شيء أنك تعتمد كثير في الكتابة بالدات لا تعتمد كثير يعني على صدف أو على حبكات كده ضعيفة لازم تحاول أنه تجيب قصص واقعية ومن الشارع وتحبكها كثير نعم فهذا المواضيع حتى تصل إلى الجمهور وتلامس عواطفهم ومنها ربما ينعكس ذلك عليهم بالتأثير نعم طيب ما زل نبقى معي يعني تكون قريبة من الجمهور يكون فيها مصداقية نعم طيب ما زل اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الناقدة السينمائية من الرياضة الأستاذة هدى جعفر مساء الخير أستاذة هدى مساء النور أهلا وسهلا أخي الكريم مرحبا بك أستاذة هدى لعلك تتابعين ربما الأفلام القصيرة والأفلام السينمائية في اليمن التي بدت مؤخرا يعني تنافس ولو يعني بشكل بسيط لكنها بدأت العجلة تسير من خلال متابعتك للأفلام وأنت ناقدة في هذا المجال كيف تتابعين الأفلام السينمائية اليمنية مساء الخير مرة أخرى وشكرا جزيلا لقناة بلقيس أنا أعتقد أن هناك تجارب جيدة بل وممتازة من الشباب اليمنيين بالنسبة للإنتاج السينمائي لكن ما يواجه هذه المشاريع أنها مشاريع تتسمد الفردية تفتقر إلى الإنتاج الجيد تفتقر إلى المتابعة الرسمية لهذه الأفلام هناك مشكلة حقيقية واحدة يندرج تحتها كل المشاكل الأخرى بالنسبة لصناعة السينما في اليمن وهو عدم الاهتمام الرسمي والحكومي بهذه الصناعة هذه المشكلة يندرج تحتها عدم وجود معاهد متخصصة لتعليم التمثيل والدراما لا يوجد دور سينما لا يوجد شركات للإنتاج لا يوجد ثقافة سينمائية في البلد لكن بشكل عام أنا أعتقد أن التجارب الشبابية التي بالنسبة للفيلم الحالي عشر أيام قبل الزفة أو فيلم ليس للكرامة جدران أو فيلم يوم جديد في صناعة القديمة هذه كلها أفلام ممتازة بالنظر إلى الظروف المحبطة والتي تحد من الإنتاج أنا أبارك لهؤلاء الشباب عملهم وأعتقد أن هذا الفيلم فيلم عشر أيام قبل الزفة سيكون فاتحة للأفلام الروائية التي سيستطيع اليمن من خلالها البشاركة ولو بالنظر اليسير من المشاركة في الإنتاج السينماء العربي نعم صدى هداء الإشكالية يعني من خلال طلاعك ومتابعتك هل هي في الكادر اليمني سواء من كاتبين السيناريو أو الممثلين أو الإمكانات أين هي جوهر يعني الاهتمام بالنسبة لإنتاج أفلام سينمائية محترمة تقدم يعني وتنافس عربيا وعالميا بجانب الأمر الذي أنا من يجب نظري أعتقد أنه سبب الأساسي وهو عدم الاهتمام الحكومي يعني بالنظر إلى الفترة السابقة فترة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح كانت هي فترة قام بتحجيم يعني بإهمال الفنون بشكل كبير وبذات السينما السينما هي فن يجمع كل الفنون الأخر يجمع الموسيقى والكتابة والفن التشكيلي كل هذه والأدب أيضا كل هذه النواحي هي نواحي مغبلة في اليمن كانت فلا تتوقع أن يكون هناك سينما جيدة وسينما ممتازة بينما ليس هناك اهتمام في الأدب والموسيقى والتعليم أيضا كان بوضع سيء فالسينما هي انعكاس لما يحدث في البلد فالمشكلة الأساسية كانت مشكلة عدم الاهتمام الحكومي والرسمي بالسينما هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة المحلية في اليمن الكاتب اليمني أو المبدع اليمني ينطلق من محلية غارت في المحلية ليس محلية المواضيع لأن الطبيعي أن أي إنسان يصنع سينما من ظروفه ومن مصيطه ومن بيئتي هذا طبيعي أنا أتكلم عن محلية المعالجة هناك محلية المعالجة هناك نظرة محدودة في معالجة القضايا وليس في القضية نفسها لا فائدة أنا من وجهة نظري لا فائدة أن تحضر كاميرا من اليابان أو جهاز من ولاية المتحدة وما زال هناك نظرة نحو معالجة القضايا نظرة قاسرة وغارقة في المحلية أنا أعتقد أنها على الشباب اليمني على الصانع السينماء صانع الأفلام اليمني أن ينظر لا يكتفي يعني الدراسة في الخارج لا تعني شيء لم يكن هناك شيء لم يكن الصانع السينماء يعمل على تطوير نفسه بالقراءة الأخطاء سدهدى الأخطاء والمعالجات التي رصتيها ويجب على كل صانعية الأفلام في اليمن وهي تجربة جديدة بالتأكيد وحديثة أن يتنبهوا لها وأن يعملوا على إصلاحها ما هي نعم نعم مثلا كنت تريد أن تناكش موضوع يخص قضايا مثلا تعليم الفتيات نعم علينا أن نبتعد عن الأسلوب الحكومي في معالجة هذه القضايا أنا أنزعج جدا عندما أجد فيلما روائيا أو فيلما رسائقيا يتحدث عن مشاكل التعليم أو مثلا زواج القتلات وتعالجه بنصة الطريقة التي تعالجها الحكومة وترمي بالمشكلة برمتها نحو الشعب أو برحمة نحو الأب أو نحو المجتمع هناك عدة أسباب تدفع بالفقر أولا هو المتهم الأساسي بالنسبة لتعليم الفتيات في اليمن أين هو دير الحكومة أين هو دور المرضمات المائحة أين هو دور وزارة التعليم أين هي هذه الأدوار هذه مثلا لأنهم موضوع الفتيات وحقوق المرأة من المواضيع المثيرة والتي يحب المانحة غير اليمني أن يراها على شاشة التلفزيون أنا أقصد بالمعالجة أن يكون هناك وجهة نظر مختلفة عن ما هو سائل أنا عندما أريد أن أشاهد فيلما لا أريد أن أشاهد تقرير وكأنني أشاهد تقرير أصبارات الأمم المتحدة أو تقريرا إخباريا من الفضائية اليمنية أنا أريد أن أرى فنن ينطلق من ذات الشخص ومن رؤيته الخاصة بعيدا عن إملاءات هنا وهناك طيب أستاذ هداء لكن لا شك رغم الظروف الصعبة ورغم الحرب ورغم يعني الأوضاع السيئة التي تمر بها اليمن إلا أننا نرى أفلاما تنتج وتنافس ووصلت بعضها إلى الأسكار والعالمية والآن نتوقع نجيح كبير أيضا لفيلم الشباب من عدن عشر أيام قبل الزفة صحيح هل حجم الأمل بأن السينما اليمني ستتحصن وستتقدم في ظل هذا الظروف نجد أعمال إذا ما استقرت البلد وأصبح الوضع بشكل أفضل هل ستتحصن صناعة الأفلام السينمائي هل سنرى أعمال سينمائية يمنية كبيرة وقوية نعم أنا بالتأكيد حجم الأمل الأمل لا بد أن يكون موجود هناك جماهير الجمهور اليمني بالمناسبة جمهور متعطش للسينما ومنفتح للمية أنواع السينما ليس فقط السينما الأمريكية التجارية معروفة السينما الآثيوية والسينما اللاتينية والسينما الأوروبية هناك نقطة مهمة اليمن الآن بالنظر إلى اللحظة السياسية الراهنة التي يمر بها اليمن أصبحت عيون العالم علينا اليمن خرج قليلا عن عزلاته السياسية لنتكلم على الأقل على المستوى الإقليمي على المستوى العربي هذه فرصة مواتية للصناع الأفلام العرب لعفة للصناع الأفلام اليمنين أن يقدموا رؤاهم السينماية وأعمالهم السينماية بالنسبة لي فأنا يحبون للأمل جدا بأن يكون هناك صناعة سينماية ممتازة في اليمن أتمنى أن تنافس قريبا على المستوى الإقليمي وإن شاء الله على المستوى الدولي شكرا جزيلا لك أستاذ هدى جعفر الناقدة السينماية كنت معنا عبر الهاتف من الرياض مشاهدين الكرام لدينا الآن رسالة من المخرج اليمني مصعب الحطامي وهو صانع أفلام ونال العديد من الجوائز في محافل دولية نسمع هذه الرسالة ومن ثم نكمل النقاش مرحبا أنا صراحة سعيد جدا بالتحدث لقناة برقيس الفضائية في موضوع صناعة الأفلام صناعة الأفلام في اليمن صراحة لما تنذكر كلمة صناعة أفلام نذكر معها العديد من التحديات والمصاعب التي تواجه صنع الأفلام اليمني التحديات مادية مثلا أو فنية التحديات المادية أي صانع أفلام يمني دائما ما يواجه الصعوبة في إيجاد التمويل وصعوبة في إقناع بجال الأعمال بفيلمه وبنصه فعشان كده رح يبقى السكريبت أو السيناريو اللي جلس وتعب على كتابته يمكن شهور أو سنوات حبرة على ورقه طيب التحديات الفنية الثانية اللي بواجهها صنع الأفلام اليمني مثلا الشخص صنع أفلام يمني عنده فيلم وتوفرت عنده بقية الأمور رح يصطدم بعائق كبير جدا لهو العائق الفني وصعوبة أو إيجاد المعدات الفنية لحتى ينفذ هذا الفيلم نصيحتي لكل شاب وصانع أفلام يمني أنه سواء درس أو ما درس صناعة الأفلام والإخراج التلفزيوني والسينمائي تريد تريد منك أن تقرأ أكثر أن تطلع أن تمارس هذه المهنة ولو حتى تصوير بجوالك صور جوال انزل على الشارع احتك مع مخرجين صور أول فيلمك القصير اكتب فكرتك القصيرة ابدأ اطلع مارس أهم شيء أنه ما تبقى حبيس حبيس أفكارك وحبيس طموحاتك وأحلامك ثانيا شاهد أفلام شاهد أفلام اطلع أغذي بصرك لأنه أنت دائما لما بتغذي بصرك وعيونك بمشاهدة الأفلام الحائز على جواز أو أسكار مثلا إذن كانت هذه رسالة من المخرج مصعب الحطامي وهي ملاحظات وتوصيات من أجل صناعة أفلام أو معرفة كيف يمكن صناعة أفلام سينمائية تنافس أعود إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ مازن رفع الأستاذ مازن الأستاذ هدى جعفر ذكرت نقاط في غاية الأهمية هل أنتم بفيلمكم تخلصتم من كل هذه الملاحظات من باب يعني من ضمن الأشياء الكثيرة التي ذكرتها المعالجات أو عدم يعني ربط الفكرة بالجانب الرسمي والحكومي وتجعل لكم قيود وأطور كبيرة تقيدكم في أي عمل تقدمونه أم لازلتم أيضا يعني في ضمن هذه الدائرة من الأخطاء التي تصاحب هذه الأعمال لا طبعا لا أبدا نحن من بداية مشورنا في المقال هذا كنا يعني كنا متحررين أبدا يعني رفضنا أي قيود يعني حتى في بعض القنوات التي طلبت أن تتعامل معنا في كتابة المسلسلات طرحت بعض الشروط ونحن رفضنا التعامل معها لأنه نحن مؤمنين بالحرية لأنه الفن بشكل عام الفن هو فن للإنسان وليس لجهة معينة أو لدولة معينة أبدا والفن ليس له وليس مرتبط أيضا بالسياسة الفن يمكن يقدم أفكار ولكن لا يقدم رسائل السياسية السياسة بالنسبة للفن هي فكرة عشان كده نحن أبدا تعدين هذه المشكلة نعم لكن هناك الكثير ما أزن يعني قد رما أختلف معك في هذه النقطة هناك الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية فكرتها هي لإقناع يعني الجمهور بفكرة معينة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ما شبه ذلك فربما الموضوع متصل بشكل مباشر ولكن كيف هي الطرق أنا أتفق معك بهذا عرض هذه النقطة نعم عرض هذا الجزئية عن طريق فيلم سينمائي ومعالجتها نعم أنا بقول لك بالنسبة لأنه تأثير السينما على الجمهور أنا متفق معك لكن عندما تقيد السينما عندما تقيد السينما بقيود سياسية فهمت هنا يتحول العمل السينمائي هذا إلى دعاية فهمت إلى دعاية تتكلم بإسم القهة المسيطرة فهمت يتحول إلى عمل إعلاني لكن السينما لازم تكون متحررة حتى تقدم فكرة إنسانية حتى تكون قريبة من الجمهور فنحنا بالدات لما عملنا الفيلم هذا كنا أحرار يعني ما فيش قهام رسمية دعمتنا أبدا كنا أحرار نحنا أصحاب المشروع ونحن اللي قمنا عليه نعم طيب مازن أيضا نشرك معنا في الحديث السمحة الأستاذ عبد الرحمن السماوي عبر الهاتف من القاهرة وهو مخرج تلفزيوني مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن أهلا نساء الخير مرحبا بك سيد عبد الرحمن كيف تتابع العمل السينمائي في اليمن وكيف تقيمه على الأقل في الأعمال التي بدأت تظهر مؤخرا وحققت نجاح ولو جزئي أولا شكرا لكم لتفاة لمثل هذا الموضوع الذي يهمنا جدا هذا أولا مرحبا ثانيا هناك أربع عناصر لإيجاد فيلم جيد وطرحنا هذه الأفكار في مقالات في صحق في مؤسسات في أكثر من اللقاء نعم مهم أن يجد إنتاج جيد وموضوع جيد ولوكيشن جيد ومخرج جيد حتى يكون هناك فيلم جيدا هذا من جانب الأستاذة هودا جعفر طرحت الكثير مما كنت أود أن أطرحه وهي كاتبة ومثقفة ومطلعة ولديها اهتمام كبير للسينما يشكر عليها جدا نعم الإنتاج الجيد يفتقر بصورة واسعة في اليمن للأسف الشديد أو من جانب حكومي أو من جانب الشركات أو حتى من جانب الشخصي شباب يطمحون ويتطلعون لإيجاد فيلم ولو بإمكانية بسيطة ولو بإمكانية محدودة وبأفكار بسيطة مهمة على المستوى الاجتماعي على المستوى الديني على المستوى السياسي ويحاول هول الشباب أن تعرض هذه الأقلام طبعا طريق مؤسسات أو منظمات أو حتى في اليوتيوب وغيرها وهذا الشيء جميل لحظة النفس من حول الشباب رغم لا يوجد معاهد كلمائية ولا كليات ولا حتى الكفاتة للحق نعم الحكومة للأسف الشديد لا تتفت إطلاقا لشيء اسمه سينما أو أنها تنتج أو تهتم بإنتاج اسمه فيلم سينما كان هناك في منطفة القرن الماضي في الجنوب أنا باك مهتمين بهذا الجانب نعم لكن في لعدة الوحدة للأسف الشديد لا تهتم الوزارة الثقافة ولا حتى مؤسسة فينما والمطرح وأنا أحد مضتها أو أنها أنتجت فيلما واحدا بقيطا لهذه اللحظة وهي مؤسسة تسيحة أقولها بكل طراحة أنت أعود أعود عشان أتكلم عن الإنتاج الجيد أو الفيلم الجيد نعم الحديات المعوقعة هناك فيلم مثل فيلم أنا نقول بنت العاشرة الأستاذة خديجة السلامي نعم فيلم جيد لأنه يوجد لديه إنتاج جيد لا قد دعم دولي لهذا الفيلم فجابس كوادر جيدة وطاقر جيد وكاتب سيناريس جيد وويل آخر حتى أنتج فيلم جيد كذلك فيلم يوم جديد في صنع القديمة لبدر الحرثي أوجد دعم فريطاني ودعم خديجي تقريبا وكان هنا إنتاج جيد فأنتج كاد جيد وأنتج فيلم جيد هذه هذه الإشكال هناك فيما مضى فيما مضى كان هناك فيلم نعم منتصف التبعينات اسمه اليمن والثورة لثمير نمر وكان أول فيلم يمني يفوز بجائزة دولة في معرجة لايرز تقريبا في 75 أو 74 تقريبا لا تذكر الفارح جيدا وكان هذا أول فيلم يمني أو على مستوى القزيرة العربية يفوز بهذا المهرج لماذا؟ لأن كان هناك دولة تهتم لهذا الجانب وتدعم هذا الجانب وكان هناك ثقافة عامة ثقافة المجتمع مهتم بالسينما الدولة مهتمة بالسينما لذلك كان السينما لها حركة طيب أستاذ عبد الرحمن نعم الذي قال وقت فقط أريد منك أيضا إجابة أخرى حول تقييمك لكل الأفلام والأعمال والتجارب السينمائية التي حصلت ونظرتك لمستقبل من يشتغلون على هذا المجال كيف؟ أنا أتفائل بالشباب أتفائل بعمر جمال أتفائل بهاشم الحاشم أتفائل بأمينة الغابري أتفائل بهدى جعفر أنها تحدد مسار الفيلم أن هذا الفيلم جيد أو غير جيد لتخيل كتابتها أتفائل بكاتب محمد عبد الرحمن عبد أتفائل بكثير بكذا ناقب بكذا مخرج بكذا شعب متطل أنا أتفائل وأراهن على هؤلاء الذين يخلقون واقعا أمنيا سينمائيا رغم كل استراضات رغم شحة الإمكانيات ونأمل 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 من هؤلاء الشباب أن يتمروا وأن يواجهوا بأي صعوبة مستقبلية لأن هذا هو تحدي كبير بالنسبة لهم بكي يخلقوا واقع سينمائي إذا وجدت فيل سينما يجيب في مجتمع اليمني سيجيب شعب متطل سيجيب بيئة انتقفة جميلة ونظيفة السينما هي جزء كبير لتغيير حياة الشعوب ثقافيا وفكريا ونفيا وقتاليا ومدن إلى آخر نعم أشكرك جزيل الشكر للمخرية السينماية لأستاذ عبد الرحمن السماوي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة وعودة أخيرة إلى عدن عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ مازن رفعت أستاذ مازن فقط سؤال أخير أبرز يعني الأشياء التي على ضوءها يمكن تقدموا أعمال كبيرة وتنافس عالميا وأبرز أيضا يعني أو أهم عامل وعائق وقف حاجز عطرة أمامكم لتقديم عمل أفضل مما تأملون ما هو هذا قصدك مستقبلا نعم مستقبلا أو حتى من تجربتكم الآن مع فيلم عشر أيام قبل الزفا بالنسبة لل نحن يعني عندنا طموح نعمال أفلام جديدة لكن أبرز المعوق أمامنا بيكون هو الدعم المالي لأنه الدعم المالي هو أساسا اللي نحن لقينا الصعوبة فيه ما عندنا مش مشكلة بالنص نحن نقدر نكتب نصوص كثير لكن كانت الدعم المالي حتى في الفيلم هذا كان يعني كان قيد لا أقول أنه ممتاز لكن كان قيد اشتغلنا بأقل الإمكانيات لو الحمد لله أنه قدمنا صورة نحن راضين عنه في الفيلم هذا لكن الفيلم مستقبلا الأمر منوط بأنه يظهروا كتاب قدد عشان نصنع سينما لازم يظهروا كتاب سينما يعني لازم ما قال السيناريو يكون فيه اهتمام كبير فيه يكون لازم معاهد أو أكاديميات لتعليم كتابة النص السيناريو محتاجين إلى رجال أعمال عندهم اهتمام في مقال الله صناعة السينما ويكون عندهم رؤية نعم ليدركوا أهمية السينما نعم أشكرك مازن رفعت كاتب سيناريو وكنت معنا عبر الأقبار الصناعية من عدن نتمنى لك يعني التوفيق والنجاح لك ولكل الزملاء الذين يحاولون أن يقدموا أعمال رغم كل الظروف الصعبة شكرا جزيلا لك مازن مشاهدين الكرام الآن لم يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في الفيسبوك ونقرأ بعضا من هذه التعليقات مع صديق البرنامج الأخ أو الأخت رغدة جمال تعلق بالقول عدم وجود السينما تخلي المنتجين يعزفوا عن المخاطرة بإنتاج فيلم محدد بيشتريه منهم علشان كذا الأضمن بالنسبة لهم الإنتاج الدرامي كون فيه أكثر من قناة عندها استعداد تشتري منهم المسلسل رغدة جمال رأي آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ أو الأخت سلسبيل علي تعلق بالقول عدم وجود جهات خاصة تهتم بصناعة الأفلام وعرضها وإقامة الورشة التدريبية للمثلين والكتاب والمخرجين مما يجعل الكثير من أصحاب الشغف والصناع الأفلام يحبطون أو يقومون بصناعة بسيطة جدا وقد لا تذكر سلسبيل علي تعليق آخر كثيرة أولها عدم وجود مدرسة خاصة لتعليم صناعة المحتوى الفني بشقيه السينمائي والوثائقي وعدم وجود بيئة حاضنة لصناعة المحتوى كجهة حكومية أو جهة مدنية كأندية متخصصة أو منظمة الآخر القيود القانونية والدينية التي تجرم تناول الكثير من القضايا الشائكة التي تشكل عمق المجتمع وهم أيضا غياب الشركات المنتجة والداعمة للطموحات المخرجين الناشئين وصناعة المحتوى محمد عزيز إذن بهذا الرأي مشاهدين كرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بين قوسين نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل ولكن تقبلوا تحيا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديعطة والزميل إلهام عامر حتى الملتقى بحلقات يديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان السلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة